المترجم للقناة وثمانية وخمسين ناخب اللجنة الوطنية الانتخابية تشرف على انتخابات الأساتذة اليوم 14 أكتوبر 2021 ومنقسمة أو هذه اللجنة تشرف على اللجان الجهوية ثلاث جهة شرق ووسط وغرب خمسين بالمئة من تشكيل هذه الهيئة يتم انتخابها من طرف الأساتذة الجامعيين ينتخبون أساتذة القانون الدستوري ستة لتشكل خمسين بالمئة من أعضاء المحكمة الدستورية ومنتخبين من طرف أساتذة القانون الدستوري بمعنى أن الصفوة تختار الصفوة بمعنى أن النخبة تختار النخبة فالهيئة الناخبة هم أساتذة والمترشحون هم أساتذة القانون الدستوري مطعامين بالسادة القضاة لكفاءتهم واحترافيتهم ونحن كلجنة وطنية انتخابية لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية تم تنصيب هذه اللجنة المشكلة كما قال السيد الرئيس سابقا ونحن نقوم بكل المراحل وكل الكيفيات لإعداد هذه الانتخابات وإنجاحها